انا شايفاك اه يعني انت بتحب الطرف التاني بتحب الشريك جدا اه شايفاك كمان انت شايفه بالنسبالك فرصة اه شايفاك بتشتغل على العلاقة كتير جدا عشان انت هتنجحها عشان اه تخليها تمشي لقدام اه شايفاك كمان ممكن طالب منه فرصة يعني يعني انك هتتطور وانك هتتحسن اه بالنسبالك او يكون ده تفتير الطرف الثاني شايفاك كمان ممكن تكون اه مستني منه فرصة اه في موضوع كمان مادة اه غالب على القراءة جدا يعني بالنسبالك انت بتفكر في المادة بشكل كبير ممكن بعضكم في اه تعصر في الحالة المادية ممكن بعضكم حاسس ان الحل هيكون في الوضع المادي يكون متحسن ده للبعض منكم ده بالنسبة لتفكيرك انت ودمغك انت في الوقت الحالي تفكير الطرف الثاني اه فيك ايه او في العلاقة انا شايفاك بيشوفك يعني اه كارت الماجيشن هنا يعني الساحر اه هو يعني يا اما بيشوفك اه اه يعني شخص جذاب وجميل وعندك ادوات كتير وتقدر توصل العلاقة اه لشكل الافضل او ان هو اه يكون اه بيشوفك شخص مخادع اه كمان تفكيره من ناحيتك عاطفي زيادة عن اللزوم انت الاسف تلاقيت لك في القراءة مرتين يعني مرة في تفكيرك انت ومرة في تفكيره هو انتو محتاجين فرصة والفرصة دي على فكرة مرتبطة بالمادة آآ كتير ومرتبطة بالاسفكرار ومرتبطة بالسابات مرتبطة بالآآ آآ آآ برخاء بنجاح بحاجات كتير قوي يعني انتو اللي اتنين تفكيركوا كتير ما قارب من بعض لكن في آآ في تفكير الطرف التاني كمان انا شايفين هو خايف انت ما تصبرش معاه ما تستحملش معاه تمشي وتتيبه في تفكير الطرف التاني من ناحيتك كده تفكيره كمان من ناحيتك هو دايما يعني بيشوفك انت الحنان او انت الامان اه هو المفروض يكون بالنسبة لك يعني ممكن اقول لك على حاجة ممكن لبعضكم انت بتتعامل مع شخص يكون عاطفي مثلا جدا او بيحبك قوي وشايفك حاجة كبيرة قوي وشايف ان هو المفروض يقدم لك حاجات كتير ويعمل لك حاجات كل اللي انت عايزه بس هو مش قادر وهو بيحس ان هو لما مش بيقدر اه بيحس انه عايز يمشي عايز يمشي للسبب ده ان هو مش قادر يعمل لك اللي انت عايزه او يحقق احلامك اه اغلب الطاقة اللي موجودة معاه هي ممكن ما تنطبقش على الكل على البعض لكن هي دي الطاقة اللي موجودة قداني هو ده اللي انا شايفاه اه 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 الشخص ده اه في حب كبير لجده وبعضكم لو انتوا دا علانين يعني انتوا متزوجين بس في زعل بينكم وبين بعض الشخص ده عايز يعتذر لك عايز يتكلم معيك عايزة يصفي الامور تماما عايزك ان انت بتاعة تجيله فرصة اه من ناحية نوايات الجهة العلاقة اه انا شايفة نوايات الجهة العلاقة حلوة جدا اه نوايا يعني اول حاجة يعني انا شايفة الانتين فقط هو عايز علاقة نكحة من كل حاجة تبقى انتوا الاتنين مبسوطين وعندوكوا بيت واسرة واطفال وحياتكو سعيدة وكويسة كمان بيشوفك ان انت الشخص اللي بتكمله اه بيشوفك يا برج السرطان ان انت سلميت بتاعه اه بيشوفك انك انت اه يعني انت منه وهو منك دي نظرته ليك او دي نوايات ده العلاقة انكم انتوا الاتنين تكونوا متحدين جوه بعض اه وشايفاك كمان في نواياه هو ممكن يكون بيلجأ لربنا كتير بيلعي ربنا كتير انكم تكونوا مع بعض او انه انتوا تبقوا اه بالشكل اللي هو عايزه اه بالذات كمان يا برج السرطان لو انت كتتعامل مع طاقة مائية زيك او نارية بالذات برج الحمل او الاسد او طاقة هوائية اه هو كمان اه بنوايات جاهك انه اه عايز يكون نجاح وعايز يحقق نجاح معيك عايز يحقق معيك انتصار عايز الزواج ده يعني انا شايفة انت بتتعامل مع شخص او الطاقة اللي قدامك بتتعامل مع شخص سواء انت راجل او ست كل نواياك ويسة جدا في جاه العلاقة اه كمان ممكن يكون الشخص ده مجروح من حاجات كتير او بيعاني من ظروف وحاجات كتير او غير العلاقة العاطسية او غير انه هو عنده مشكلة معيك في العلاقة العاطسية لا هو في عنده مشاكل تانية كتير او يكون بيشوفك انت شخص كده يعني انت شخص اه اه تعبان مش ناقص مش متحمل انت شخص بتعاني من حاجات كتير فهو عايز يعني عايز يخرجك من ده عايز يخرجك من الحالة دي يا اما يكون هو شخص هو نفسه اللي شخص عامل كده فانا شايفة تفكيره ناحيتك ونوايات جاه العلاقة كويسين جدا لحد دلوقتي ايه مصير العلاقة اه مصير العلاقة اه شايفة ان فيكو حد هياخد قرار بشكل متهور اه ممكن اه يعني انا شايفة بصه هي قرارة ممكن تكون عكسية بس الطرف الثاني تفكيره من ناحيتك كده ممكن انت برج السرسان تاخد قرار متهور ممكن تكون بتشك في حاجة في حد هياخد قرار متهور بين ان هو يمشي يسيب العلاقة دي ويمشي وهيحط ان هو كده تمام كده هو سليم كده هو بيعمل الحاجة الصحة كده هو حق انتصار لنفسه برغم ان هو هيكون تعبان جدا ان هو بيعمل كده او بيدوس على حاجات كثير او بيستقوى على الطرف الثاني لكن في حد هيعمل كده وبعد ما هيعمل كده هينزوي بقى مع نفسه يعني هينزوي مع نفسه يفضل يفكر في كل حاجة يعني مش بشكل انطوائي لا بشكل اكتشافي اكتر يعني ان هو هيتعمق بقى في شكل العلاقة عاوز ياخد وقت مع نفسه مثلا تفكير مراجعة حسابات مراجعة اخطاء حاجات من النوع ده ده اللي انا شايفية في مصير العلاقة عايزة تحبب كارت تاني لمصير العلاقة معلش بسم الله الرحمن الرحمن مصير العلاقة بنسبة لبرج السراطون اه هو الشخص ده حذر من حاجة او انت يعني ممكن حد فيكو هيبقى عنده تخوف من حاجة هيبقى خايف بالذات لو انت برج ناري بتتعامل مع برج ناري او ترابي شايفة فيه تخوف شايفة شخص ممكن مجروح كتير وخلاص مثلا خايف يكمل خايف يجازف الشخص ده حذر او تكون ده احساسك انت وانت اللي هتمشي عايزة تمشي من العلاقة دي يا برج السراطون ده بالنسبة لمصير العلاقة وده هيكون في الوقت الحالي هي مش فاقة مستمرة يعني طب النصيحة بتاعتك انا شايفة نصيحة بتاعتك برج السراطون انك يعني حاول انك تجغل نفسك وبعد عن التردد انا شايفيت كمان في نصيحتك انه انت كمان ممكن يكون عندك اوهيم عندك قفار كتير بتفكر في حاجات كتير اه ممكن ملهاش علاقة بالواقع اه ممكن لبعدكم انت عندك اختيارات كتير فاطارو هو عايز يقولك انك تحدد اختياراتك اه بعضكم ممكن يكون عنده شك في علاقة ثلاثية بيشك في علاقة ثلاثية فهو عايز برضو يقولك ان ممكن انت تكون متوهم ان ده مش اه مش حقيقي او لو انت متأكد ان هو حقيقي ممكن تكون علاقة مستفى او تكون حاجة انتهت خلاص وانت لسه تفكيرك موجود فيها اه وبعد عن السلبية وانك اه اه تبوصل نفسك بنظرة اه اه نظرة يعني المجني عليه اه لأ انت يا شخص كويس وانت شخص يعني الحبيب بيشوفك حاجات كويسة جدا فايجة ده عن النظرات السلبية للي حواليك او لنفسك انت اه او انك تشوف نفسك مظلوم او مجني عليك اه اخرج من الحالة دي اخرج كمان من حالة الندم اه بيزداد على المستوى المجدي اه لان انت ربنا هيعوضك بحاجات حلوة كتير قوي جاية يعني انا شايفة انت ماك شخص بيحبك شايفة الاسف انت كاز انت عندكو فرصة كمان ممكن يكون عندكو اه عطاء مادي من ربنا سبحانه وتعالى او حل اه من ربنا لاستمرار العلاقة دي لكن في نصحتك انا شايفاك تبعد عن حاجات كتير ممكن تكون لبعضكو بيعملها في الوقت الحالي اه بيتمدم بيتخصر كتير على حاجات فاتت على حاجات مضت اه ممكن بعضها يخص المادة بعضها يخص حاجات هو عملها لشخص وملقاش منها نتيجة ابعد عن التفكير ده او تفكير في وجود الطرف ثالث عن اوهام كتير في دماغت لو بعضكو عندو علاقات كتير اه يبعد عنده ويحدد هدفه ويحدد اختياره بالنسبة لبرج السرطان اه متزوجين اه الكراءة انتهت اه بتمنى ليكم الخير والسعادة والتوفيق اه ما تنسوش اللايف والشير والسابسكرايب اه شكرا للمسابعة برج السرطان متزوجين ونروح للعايزدين دلوقتي برج السرطان بالنسبة للعايزدين هنقول مع بعض هتكون القراءة هتكون عبارة عن اه انت ايه اللي نستنيك او ايه اللي جاي لك او ايه اللي بيحصل في حياتك اه لو انت بتحب حد او فيه في حياتك شخص ايه تفكيره اه اتجاهك او تجاه العلاقة ايه نوية تجاهك او تجاه العلاقة ايه مصير العلاقة مع الشخص ده وكمان النصيحة بتاعتك للفترة دي ان شاء الله اه هقولي الطاقة بتاعتك الاول برج السرطان انا شايفك يا برج السرطان بالنسبة للعايزدين والغير مرتبطين انت حاسس انك في وضع متكتف انت مقيد في وضع معين الوضع ده سعبت جدا وانت مقيد فيه وحاسس انك مش عارف تخرج منه اه كمان شايفة في عندك اه يعني انت عايز تحسب مثلا يعني الناين وفتفت هنا ممكن تقولي حاجتين يا انت بتدور على زواج وعلى استقرار وعلى سعادة وانت تعيش حياة مستطرة بشكل يرضيك اه لكن انت متكتف ومش عارف اه انت متكتف ومش عارف اه يعني الموضوع خارج عن ايدك او انك تكون بتتعامل مع شخص متزوج اه وانت برضو متكتف وحاسس ان الموضوع خارج عن ايدك اه يعني انت بتحبه او كده لكن القرار مش عندك انت القرار عند شخص تاني اه ده بالنسبة للعزبين والغير مرتبطين كمان انا شايفة لبعضكم اه ممكن يكون فعلا في علاقة ثلاثية يعني انا شايفة كمان من من الطاقة ومن القرار قداني في احتمال كبير قوي اه تكون لبعضكم يكون في علاقة ثلاثية اه لو انت في علاقة ثلاثية فانت آآ باطس على العلاقة الثلاثية دي وعايد تلاقي لها حل باي شكل وانت كمان في حواليك حب كتير او ممكن يكون فيه شخص تاني بيحبك او بيرقبك او بيبص عليك وبيحاول يبايل لك حب بس انت مش شايف كل ده انت بتبص على العلاقة اللي انت موجود فيها ده من ناحية لو انت في علاقة ثلاثية لو انت مش في علاقة ثلاثية برج السراثون انت آآ يعني ممكن قاعد مثلا نستني انك يعني يحتل ارتباط آآ بيبص على سنين فاتت من عمرك او بيبص على مشاكل حصلت في حياتك او بيبص على وضع انت مقيد فيه آآ لكن اللي بعد كده اذا صور بيقول لي انك انت فيه تغيير جزري هيحصل في حياتك يعني انا شايفة انه بالنسبة لك هيكون اللي فات هيكون يعني كان حمادة واللي جاي حمادة تاني خاطر آآ فانت فيه تغيير جزري هيحصل في حياتك طبعا من الناحية العاطفية ان انا كلمي على الناحية العاطفية آآ فيه تغيير جزري هيحصل وتطور هيحصل للاحبن في علافة هيكون فيها صلحة هيكون فيها تفاهم هيكون فيها اعتذار آآ ممكن تكون من شخص ده من الماضي او كنت تعرفه من الصفولة او جار او زميل في الشغل او زميل في الجامعة او آآ يعني آآ الشخص ده آآ يعني لو هو لو هو في علاقة ثلاثية هيرجع لك انت هينفصل عن العلاقة دي لان هو تعبين جدا مايرجع لك انت لو هو آآ مش في علاقة ثلاثية وانتو مسلا فيه بينكم مشكلة هيرجع لك لو انت مفيش في حياتك حد فانت فيه شخص هيظهر في حياتك انت كنت تعرفه قبل كده حتى لو مكنش تعرفه علاقة علاقة عطفية بس انت شفته قبل كده او الشخص ده آآ يعني انت تعرفه من زميل وما شفتوش بعض الفترة هترجع تشوفه تاني آآ ده بالنسبة انا قلت هنا كده كل الاحتمالات التقاطل الموجودة آآ انا شايفة النارية معيك كتير والآآ النارية والسرابية والهوائية كتير برضو آآ والمائية كمان موجودة الابراج اللي موجودة معيك برج السور برج العقرب آآ برج الجوزاء برج الاسد برج آآ قلنا عقرب سرطان زيك كمان وبرج الخوز والآآ العقرب طالع لك مرتين والسرطان طالع لك مرتين يا برج السرطان فانتو شكلكم بتتعاملوا مع اشخاص آآ ابراز مائية كتير ونارية كمان آآ وبرج الكوز كمان تعرف نبدأ القراءة او هنقول انت ايه او كده انا شايفت في الوقت الحالي انت واقف من الثاني انت حواليك زي ما قلت في الطاقة بتاعتك انت فيه نس بتبص عليك انت فيه ممكن تكون بترقبك آآ نس تكون حواليك معجبين مثلا ناس بتحبك لكن انت فيه حد معين هو اللي باصس عليه باصس عليه ومستنيه جيلك مستنيه ياخد قراري مستنيه ان هو يكلمك شخص ده انت بتحبه جدا وعايز اقول لك هو كمان بيحبك جدا انا شايفة فيه حب من ناحية الصرف الثاني لك آآ فيه حب متبادل لكن للبعض هيكون فيه علاقة آآ ثلاثية للبعض ممكن يكون هو زنيلك في في العمل او في الجامعة او آآ او جار او آآ او يكون بينكو اصدقاء مشترك مشتركين يعني آآ لكن انت ممكن تكون تكون عيشتوا مع الشخص ده سويني بقى آآ انت ممكن تكون عيشت مع الشخص ده عاطسة حب وكان بينكو مسلا اصدقاء مشتركين او كده والشخص ده مسلا آآ خدعك في حاجة او سابك ومشي منك مرة واحدة او آآ انت اللي سبته ومشيت مرة واحدة انا شايفةك في الاخر انت آآ بتستشفي او انت بتحاول آآ تخرج من آآ آآ يعني من من حالة او من مواقف انت تعرفت لها من علاقة عاطسية فاتت مع شخص كنت انت انتو اللي اتنين بتحبوا بعد ممكن يكون فيه آآ طرف ثالث آآ صلصة ودخل في العلاقة دي افسدها ده احتمال برضو تاني لتبعاد من النقو آآ لان القراءة بتاعتك فيها احتمالات كتير جدا وانتو كتير جدا فانا قلت كل حاجة اقدر اقولها دلوقتي آآ طيب لو انت فيه شخص تاني بتحبه آآ تفكير الشخص ده تجاهك ايه الشخص التاني ده آآ هو عنده حيرة كبيرة انا عنده حيرة وعنده تردد وعنده طرف تاني ايا يمكن بقى طرف التاني لكن في كل القراءة على فكرة طرف تقلت ده موجود بقى يعني فيه طرف تاليس يعني فيه طرف تانيس آآ عنده حيرة كبيرة جدا مش قادر يسيطر على الوضع في الوقت الحالي ده تفكيره آآ ممكن تكون بتتعانيه مع شخص من بورجنيري او السراطون او العقرب او القوس الشخص ده عنده حيرة كبيرة آآ عايز يبدأ معيك بداية جديدة ده تفكيره لكن هو حاسس ان البداية اللي هيبدأها معيك دي آآ هو هيدوس فيها على ناس كتير هي آآ يعني هتروح مسلا فيها يعني فيها مسلا ايه آآ آآ هو خايف على قيم على العادات على تقاليد لكن فيه عندكو نهاية الشيء في تفكيره هو عايز ينهي حاجة ويبدأ حاجة وهو ده اللي عملي يفكر فيه آآ هو ده اللي بعضكم ممكن على فكرة تكونوا شوية مش بتتكلموا آآ شايفة فيه بينكو تواصل سنجلك فكرة أصداد ونحن روح في تفكيرك الله سنجلت سنجلت